السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم يا اجمل واغلى متابعين في الدنيا بشكركم جدا على الكلام الجميل اللي دايما بتكتبهولي في التعليقات النهاردة نساء الله هقول لكم على عجينة بيتزا حلوة جدا ونكحة واقتصادية وهتتعتمدوها على طول لما ديجوا تعملوا البيتزا واقول لكم كمان على صلصة بيتزا مميزة وحشوات اقتصادية وطعمها طحفة هتعجب جدا الاولاد طبعا هم يعني بيحبوا البيتزا قوي خصوصا يعني في الدراسة او ما بيحباتوا للسنة بس في الدراسة بنبقى عايزين نعمل لهم حاجة شكلها حلوة علشان يردوا ياخدوها معاهم في اللونتي بوكس او حتى يعني ياخدوها كواكبت غداء عايز اقول لكم كمان ان البيتزا دي سهل جدا ان احنا نفرزها بطريقة سهلة قوي انا عاملة النهاردة كمية صلصة كبيرة علشان بحفظها في الفريزر جابة 2 كيلو من الطماطم واتنين فلفل رومي احمر لونهم احمر ممكن اي لون بس الاحمر بيدي طعم ولون حلو في السلصة وكمان خمس فصوص من التوم ووصلة صغيرة لاصلت الحاجات دي وقطع طعا واضربها كويس في الخلاط حط ربع معلقة من الزيت الزيتون او زيت النباتي معلقة من الكزبرة صغيرة معلقة من الكمون صغيرة معلقة كبيرة من السكر معلقة كبيرة من البابريكا والملح معلقة صغيرة وبعد كده بحط تاني لونواس احطهم بقى على النار وهجب طبقة علشان اعجن فيه احط فيه 3 معلقة من السكر ومعلقة من الخميرة مليانة احط دلوقتي كبايتين ونص من المياه الدفيع قلبت الحاجات دي كده وهنخل دلوقتي كيلو دي بالتدريج يعني هحط دلوقتي اربع كبايت بعد كده ربع معلقة من البيكنج بودر وربع معلقة من الملح وهنزل بالمعلقة الكبايتين التانيين بس هسيب كباية من الكيلو دي على جنب علشان ممكن ما ياخدش كل مقدار دقيق حطيت معلقتين كبار من الحليب البودرة وممكن تستغنى عنهم خالص بس طبعا بيخلي بتخلي العجينة اكتر هشاشة وقطنية جدا وطعمها حلو قوي كمان احط معلقة كبيرة من الخل بعد معجنت خمس دقايق وكمان ربع كباية من الزيت وبعد كده هبدأ بقى اعجن عجن كويس جدا جدا الكباية بتاعت دقيق اللي هي الكيلو دي ممكن اخدها وممكن لا يعني ممكن عندكم تحطوا كيلو دي كل بص انا ما اخدتهاش ركنتها خالص على جنب عجنة البتزة بتتاجن عجن كويس جدا وبتبقى عجنة مش بتلزق في الايد لازم تتخدم كويس علشان تبقى حلوة جدا والنتيجة في الاخر تبقى عجنة خفيفة وقطنية ونكحة قوي فزي ما انتو شايفين كده مراحل العجن سهلة جدا انا حطى جنبي طبق في حوالي 3 معالق من المية وهبدأ اناعم بيهم العجنة كده وطبعا مش بعجنها كلها كده مرة واحدة لا انا بحب بقى عجن العجنة 5 دقايق وبعد كده اسيبها ترتاح 3 دقايق وابدأ عجن تاني السلطة بتاعتنا كده تسبكت وجهزة هبدأ بقى دوقت كده الطعم بتاعها عايزة ملح ولا لا وهسيبها تبرد خالص بصوا العجنة بقى بعد ما تعجنت كده حوالي 13 دقيقة بتبقى نعمة زي ما انتو شايفين كده سطحوها نعم جدا دهنت الوش بتاعها زيت بسيط علشان احطها في البولة وما تلزقش بصوا ترية ازاي لو جيت اختبرتوا العجنة دي وحاولتوا تشدوها كده هتلاقوها زي ايه حاجة كده مطاطة يعني مش اللي هي بتتقطع لو بتتقطع معاكم محتاج ان هي تتعاجن تاني هاخدها بقى دلوقتي ودهنت صانية وغطيتها بيها علشان ايه اسيبها في مكان دافي واسيبها تختام الحشوات بتاعتنا دي جبنا قريش انا حط عليها زيتون وحط عليها زعتر دي جبنا موزاريلا ودي جبنا تشيدر جبنا تشيدر مبشورة عادي خالص كوباية وكوباية من الصلصة اللي احنا كنا محضرينها هنسيبها تبرد طبعا تماما قبل ما حطها على البيتزا وكمان فلفل بقى احمر وفلفل اخضر حار وطماطم وزاتون واي حشوة عندكم انتو عايزينها فريح شاورمة لحمة مع الصاجة اي حاجة سبت العجينة بتاعتي بعد كده بخرج الهوى منها سبتها قد ايه سبتها حوالي 45 دقيقة في مكان دافي وطبعا كنت دهناها زيت من فوق ومن تحت علشان ما تلزقش في الحاجة اللي انا هغطي بيها العجينة هاخدها دلوقتي وهبدأ اقسمها نصين كده علشان لما فرد على سطح العمل بتاعي تبقى المساحة علشان تكفي العجينة بتاعتي لو كانت صغيرة هفردها كلها عادي لكن العجينة بتاعتي كبيرة علشان كده انا اسمتها نصين بصوا الملمز بتاعها جميل جدا هاخدها واغطها بكس بلاستيك وهاركن بقى الجزء ده وهبدأ اشتغل في الجزء اللي انا هاخدته قدامي ممكن تحط دهنة سيت بسيطة جدا لكن السيليكون اللي انا بفرد عليه ده مش بتلزق في العجينة خلص هبدأ افردها بقى كده زي مستطيل زي ما انتم شايفين علشان هبدأ اقطعها بالصنك اللي انا هوريهلكو دلوقتي بعد كده هساوي بها كلها شكلها وهبدأ دلوقتي اقطعها يقم بالقطعات العادية لو مش عندك هنستعمل كباية النهاردة وفيش اي مشكلة خالص احطها وهضغط عليها وهتبقى دوير زي ما انتم شايفين كده حطيتها في صواني تكون مدهونة دهنة زيت خفيفة خالص بالفرشة لو مش بتلزق فيها الحاجات مفيش مشكلة يعني لو العجين بتاعك مش بيلزق في الصواني عادي خالص حطيت بقى في الاول خالص دهنة بسيطة كده من الصلصة ومتخلوهاش تقع على الصنية علشان ما تلزقش في الصنية والبيتزة بتاعتكو تلزق في الصنية وحطيت كمان فلفل احمر الوان وهحطت دلوقتي كمان زيتون واللي عايز بقى طماطم يحط عايز فلفل حار يحط فالحشوة براحتكم فانا هعمل النهاردة كذا شكل وعلى حسب طبعا ازوائي الاسرة زي ما انتوا عايزين حطيت طبعا فيها من فوق عليها من فوق يعني جبنة شيدر وفي واحدة تانية حطيت جبنة موزاريلا وفي بيتزة هحط عليها جبنة شيدر وجبنة موزاريلا براحتكم ممكن طبعا تستعملوا ببروني او لانتون او لحمة مفرومة او اي حاجة زي ما انتوا عايزين اهم حاجة تكون الحاجة اللي هتتحطي من فوق دي تكون مستوية ما يفعش هحط حاجة نية النوع التانية حطيت فلفل حار وكمان جبن انواع عايز اقول لكم بقى ودي طريقة تانية اللي انا يعني بدل ما خرمها بالشوكة زي ما انتوا شفتوا انا بعملها بصوابعي كده الجبنة بقى القريش دي انا عايز اقول لكم الحلطة دي ممتازة فعلا فعلا جبنة قريش جبتها ضربتها في الكبة مع زاتون وزعتر ومعلقتين كبار من زيت الزيتون احفظوا بقى فعلا طعمها حلو قوي يعني هما سيبوا البيتزة بتاعتهم وقعدوا ياكلوا في البيتزة بتاعت الجبنة القريش دي كان طعمها حلو قوي قوي لو عندك كمان معلقة سامنة بلدي كده حطيها في الكبة وهي بتدخلت ان شاء الله عاملها لكم في فيديو تاني يعني الاولاد لما يجوا ياكلوا الجبنة القريش بالطعم ده مش هيعرفوا ان هي جبنة قريش خالص من طعمها هتحطوها من فوق كده وهنحط عليها بقى زي ما انتو عايزين فلفل الوان زي ما تحبوا درجة حارف الفرن فرن لازم يكون ساخن مسبقا يعني افتح الفرن بتاعي قبلها بخمس دقائق واشغل بقى كل الجوانب يعني لو عندك بشتغل من فوق ومن تحت شغال كل حاجة وحطيها على الرافل في النص بالنسبة للأفران اللي انتو شهتوها دي الفرن ده فرن غاز لازم نتابع استقفي لان ممكن يتحرق بسرعة جدا بتاخد حوالي 4 دقائق في الفرن لكن في فرن البتجازي العادي بتاخد حوالي 12 لحد 15 دقيقة المهم ان الفرن يبقى سخني جدا عشان ما تنشفش معاكم هتحطوها على الرافل تاني من تحت وتبدأوا تضيروا كده او تديروا استقفي بتاعكم كل مثلا 3 دقائق كده بعد متابعة بصوا بقى بتطلع على طول انا ضطتها اول ما تطلع علشان انا بحب وشها طري وبحبها كده كلها طرية طلع اسفنجية جدا من جوة طرية طعمها حل ورحتها مالة البيت حشوة الجبنة القريش كده حشوة مميزة قوي قوي وطبعا دي من احلى الجبن اللي انا بحبها اكتر بكتير جدا من جبنة الشيدر او المتزرلة دي بس بتدي شكل وطعم خفيف جدا في البيتزا فلو مش حبي انتو حطوها يعني بصراحة مش فرقة لكن لو عندوكو جبنة قريش بس اعملوها بالخلطة اللي انا قلتلكو عليها دي حطوا الزعتر كمان لو انتو بتحبوه معلقة كبيرة على مثلا ربع كيلو من الجبنة القريش لو مش بتحبوا الزعتر قوي حطوا معلقة صغيرة وحطوا طبعا الزعتون على حسب نسبة الملوحة اللي موجودة في الجبنة القريش يعني لو الجبنة ملحة ما تحطوش زعتون كتير لو الجبنة دلعة حطوا زعتون يعني كمية حلوة حوالي مثلا نص كباية من الزعتون على الربع كيلو الجبنة القريش هيزبط لكم ملح الجبنة جدا وهيخليها طعما حلو قوي مناسبة جدا جدا للبيتزا بالنسبة بقى للبيتزا اللي احنا هنفرزها انا حطيتها في الصاب كاني هسويها عادي او هحط عليها حشوة ومحطتش عليها الحشوة ودخلتها الفرن لمدة دقيقتين بس لحتى ما حسي كده انها استود ده في الفرن اللي انا ورطه لكم في فرن البتجاز هتاخد منكم حوالي 8 دقايق وتخرجوها طبرت خالص وتحطوها فقى كاس شكلها حلو جدا وسريع ان شاء الله ما تجربوا الوصفة النهاردة هتعجبكم ومع السلام